صدق ربنا عز وجل قليلا ما تشكرون اللي كيتأمل في هذه الحياة أي القناس أنها انشغلت للأسف انشغلت بالعطايا ونسات المعطي انشغلت بالنعم ونسات المنعين كتلقى الإنسان كيدخل هذا داخل هذا خارج شي مركز تجاري كل شي كيشري لكن من يتذكر بأن الله عز وجل ولي عطاه ذاك المال ولي رزقوا ذاك المال لي به بشرة الناس غادة جاية شكولك يتذكر أن اللي يعطاه ذاك القوة وذاك الصحة باش يمشي ويجي هو الله عز وجل كندوزه من حدى المستشفيات من حدى الكلينيكات كتلقى الناس كتلقسوني وكل شي زربان من يتذكر أنه عرف ذاك المستشفيات كينين الناس كيتمناؤه غير يتعافاو ويتشافاو ويخرجوا ويمشيوا على رجليهم كندوز من حدى شي حبس شكولك يتذكر نعمة الحرية إذن هذا أمر جد مهم لأننا ولفنا النعم صافي من يولفنا ذاك النعم والعطاية نسينا المعطي ونسينا المنعم وصدق ربنا عز وجل قليلا ما تشكره فكون من هذه القلة لحتى لنسات الغفلة دي لك تكون خفيفة كيف ما كنقوله ما من أحد إلا ويغفل لأنه كيدخل في المعمعة دي لهادي الحياة الدنيا لكن كن من هذه القلة لك تشكر الله عز وجل وقليل من عبادي الشكر والشكر كما نقول دائما يكون بالقلب ابتداءا باش تعرف أن ذاك النعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله وكيكون باللسان أنك تتحدث تذكر الله عز وجل بأنه هو المنعم وأما بنعمة ربك فحدث وكيكون بالجوارح ذاك شكاما لعطاك الله عز وجل من نعم كتسخرها وكتستخدمها فيما يرضي الله عز وجل قليلا ما تشكرون نسأل الله عز وجل أن نكون من هذه القلة الشاكرة الصابرة المحتسبة إنه لي ذلك القادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد